إلى إدلب تسير تركيا هذه الأليات العسكرية تسيرها للمرة الأولى تطبيقاً لاتفاق وقعته مع الروس في سوتي العام الماضي وعلى إدلب نفسها تستأنف ميليشيا أسد عمليات القصف المدفعي والصاروخي موقعة قتلى وجرحى معظمهم من المدنيين من رفي إدلب وحمى المدرجتان في منطقة خفض التصعيد كما أسمها اتفاق قال موقعه إنه سيجنب المنطقة كارثة عسكرية واسعة النطاق لكن يبدو أن للميليشيات كلاماً آخر ها هي تتمادى في تكثيف القصف على ذات المنطقة لتطال نيرانها أيضاً مواقع قريبة من نقاط المراقبة التركية تتوارد أنباء عن اجتماع عام على الحدود السورية التركية يجمع القوى السياسية والعسكرية وصف بالهام جداً ما هي توقعاته قد يعلن انهيار اتفاق سوتي في حال لم يتوقف القصف يشتكي وزير الدفاع التركي خلوسي أكار من خروقات النظام هذه خروقات تنطلق من مواقع عسكرية لميليشيات تسيطر عليها روسيا التي يطالبها بالضغط لمنع تكرارها متفائل هو بما ستحققه هذه الدوريات التركية التي وصفها البعض بأنها ليست إلا محاولة لإطفاء غضب الأهالي من الصمت التركي إذا ما يجري بمعنى آخر لفض العتب ليس صعباً استنتاج عدم رغبة موسكو الغوصة في مستنقع إدلب الذي يغص بآلاف من المقاتلين ليس لديهم ما يخسرونه وهي التي أعلنت ذلك على لسان الكريملين لكن لا ضير من القول أن ما بيننا وبين أنقرة أكثر من مجرد اتفاق حول المنطقة ما بينهما رغم هشاشته ما زال كافياً لابتزاز واشنطن أما النظام فله دعاية استرجاع إدلب لحضن الوطن التي يكسب بها قلوب محبيه لكنه يدرك أنه أقل من الوصول إلى ذلك العمق لا يريد سوى الطرقات الدولية كاملة تحت سيطرته وكأنه شيء قليل خاصة أنه لن يحصل دون السيطرة على كامل المنطقة من زوعة السلاح بند لم ينفذ في اتفاق سوتشي وترفض الفصائل حتى الآن تطبيقه خوفاً من حصار إدلب رسمياً من قبل النظام تمهيداً فيما بعد لإسقاط المنطقة تجويعاً كما حصل في مناطق سورية أخرى وهنا يلح السؤال هل نحن ذاهبون باتجاه المزيد من التصعيد عسكريون يقولون نعم ومصادر تركيا تقول لا طالما أن أنقرة وعدت بأنها ستنفذ خطة من شأنها دمج العناصر السورية من هيئة تحرير الشام في الفصائل واستبعاد العناصر الأجنبية علها بذلك تسقط ذرائع روسيا التي قال الكريملين إن صبرها بدأ ينفذ حيال إدلب هل هي مهمة صعبة؟ بكل تأكيد خاصة وأن الأجنحة المتشددة في تحرير الشام استهجنت تسيير الدوريات التركية ورفضتها رفضاً تاماً معتبرة أنها تمهيد لتسيير ما هو روسي لتسلم المناطق فيما بعد إلى النظام ترجمة نانسي قنقر